أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أرصت لاستقلال مصر الفعلي ولسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وأشار الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة إلى أن من عادات الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبرة والتعلم من الماضي لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني اليوم الذي تحي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتدى ليؤسس المكان الرفيعة لمصر المستقلة وهذه اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا ترجمة نانسي قنقر